ارتفاع جديد أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بالمصابين بفيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات اليوم مائة واثنتين واربعين إصابة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى ألف وخمسمائة وسبعة عشرة إصابة وبحسب الوزارة فقد سجلت مائة واثنتا عشرة إصابة في محافظة الخليل وثلاث عشرة في كفر عقب بقضاء القدس وإحدى عشرة في بيت لحم بينما سجلت في سلفيت ونابلس ست إصابات وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم تسجيل 616 حالة تعافي من الفيروس